مرحباً، لا نستطيع أن نصف الفنان كاميران رؤوف باعتباره مخرج وممثل مسرحي فحسب بل هو باحث مسرحي مهم وكاتب مسرحي أيضاً وهو صلة الوصل بين المسرح في بغداد وفي السليماني أو في قليم كردستان الفنان كاميران رؤوف ضيف مهرجان أربيل الدولي للمسرح بنسخته السابعة ويسرنا في روداو عربية أن نستضيفه لنتحدث عن المسرح في قليم كردستان وما تطور إليه هذا الفن في هذا الإقليم أنا وسهلاً أستاذ كاميران شكراً جزيلاً أخي معاد، أتمنى لكم الموفقية شكراً جزيلاً أستاذ كاميران يعني هذا التوصيف المسرح الكردي والمسرح العربي والمسرح العربي هناك المصري واللبناني أو المسرح الإيطالي هل هو المسرح يعني مسرح ككل أم يمكن يعني أن نطلق عليه أوصاف تبعاً للقومية أو للبلد لا بالتأكيد المسرح أنا في رأيي هو ميراث البشرية فبدون تسميات عندي هو الأفضل، المسرح هو الأفضل بدل ما نسميه المسرح العربي أو المسرح الكردي أو المسرح أي مسرح يعني أنت أثبتت ذلك في مسرحية ملك لير وساحرات ماكبث وهي مسرحية هي تراجيديتين اخترت أنت من أهم تراجيديات الشاعر وليام شكسبير في مسرحية الافتتاح وبلغة كردية وحضرتك كنت بطل المسرحية ومثلين كرد هذا يعني أنه المسرح إنساني يعني ممكن مسرحية مسرحيتين إنجليزية بحتة أن تعالج الوضع الراهن في العراق هل هذا كان هدفك؟ بالتأكيد المسرح الأصين أو الكاتب الأصين يبقى نصوصه لسنوات ولأجيال ولقرون هذا هو عظمة المسرح بالنسبة للملك لير وماكبث نعم مسحيتين مختلفيتين للكاتب شكسبير ولكن وجدت صلة كبيرة بين هاي المسرحيتين وبين التأويل أو الكودة اللي أنا أريد أبعثها من خلال هاي المسرحية الخطاب المسرحي عند شكسبير الملك لير مخير في توزيع المملكة ولكن عندي هو مسير مسير من قبل الساحرات ساحرات مكبث نعم ساحرات مكبث والبنات من أجل السلطة ومن أجل المال يخططون لقتل الأب مثل ما خطط لدي مكبث ومكبث لقتل الملك دنكان وهذا الخطاب يعني عندي وأعتقد هو إساري الآن في العراق فهذا الخطاب موجه والتفسير المسرحي موجه للوضع الحالي الراهن في العراق العرض كان بلا شيء كلاسيك أكاديمي بحث لكنك استخدمت أسلوب معاصر في حركة ديكور حتى في أداء الممثلين نعم صحيح أنا عندي المسرح تتكون من مجموعة وحدات هاي الوحدات بتكاملها يطيق عرض مسرحي ناجح مثلا عندي ديكور هي وحدة أنت من تجي للمسرح قبل ما نشوف العرض لازم تفتهم الخطاب الموجه من قبل الديكور مثلا عندي أعمدة وعندي مجموعة حياطين شبكات مال عنكبود هذا يفسر بأن هذه السلطة سلطة محكمة بأعمدة قوية ولكن جدرانها هش وهذه الجدران مصممة لالتهام الفريسة الضعيفة لأن العنكبود من تبني عشها وتمتها الخطوط تنتظر الفريسة حتى تكون وجبة غداء للعنكبود وحتى التفسير يعني افتتاحية المسرح كانت بلوحة حفرة العشاء الرباني اللي دافنشي اللي مفهومها هو خيانة المسيح يهوذة الاسخريوطي من يخون المسيح ومقابل ثلاثين قطعة ذهب فالبنت الكبرى قونرير كانت جالسة في مكان يهوذة اللي تقول والدها الملك لير تقول والدها نعم القطاب الرئيسي هو توزيع المملكة عندما يقوم شخص بتوزيع المملكة تؤدي إلى الدمار مثل ما شاهدنا بالمسرح بالمشهد الأخير دمار المملكة وسقوط الأعمدة وجدران هل المسرح يعني على ضوء ما طلعت الآن أستاذ كاميران هل المسرح رسالة فقط أم متعة بالتأكيد ما تأتي الرسالة إلا من خلال متعة المتعة الجمالية والمتعة الفكرية وإلا أنت تقرأ كتاب هم تستمتع وهم ومردود ثقافي المسرح بدون جمال لا يمكن أن يعطي المطعة الذهنية والفكرية والجمالية للنساء حضرتك عشت لسنوات في هولندا ونعرف أن هناك المسرح وأساليبه تختلف عن ما هو سائد في العراق هناك المسرح يعتمد على الموسيقى ميوزيكال المسرح هناك إقاع سريع حتى المسرحيات الكلاسيكية حتى الشكيسبير هاملت وعطيل سواء في المسرح أو في السينما على الجوها بأسلوب معاصر هل فكرت أن تقدم مسرحيتك الملك ليرو ساحرات ماكبث وفق أسلوب معاصر؟ يعني هي هو أخمات للوهلة الأولى يعني الضربة الأولى من تعطي عندما تفكر بمسرحية هي هاي راح تكون الأساس فالومضة الأولى للملك ليرو كانت بهذا الشكل أتمنى يعني يعني أنا أشتغل يعني بشكل آخر أو براز آخر ولكن هاي ذي كانت الومضة الأولى فأخذتها وبنيت عليها حضرتك درست بك هاد ملفلون جميلة بجامعة بغداد ما أعرف ليش أحالني العرض أنا أتذكر جاسم العبودي وأتذكر حتى بدري حسن فريد الأساتذتنا واهتمامهم وجعفر السعدي بالمسرح الكلاسيكي هل هناك تأثيرات لهذه الدراسة؟ بالتأكيد يعني أساتذتنا في بغداد سواء في محة فنون الجميلة أو في أكاديمية الفنون الجميلة كانوا أساتذة كبار علمونا الكثير وربونا على الأخلاق الصادقة للمسرح لرجل المسرح في المواعيد في الدقة في الالتزام في العمل ويعني أنا من أشتغل عمل مسرحي أنسى كل شيء فقط يبقى المسرح هو يعني شغل الشاغل بعدما أنتهي أشوف مشاكل حياتية عديدة وأقوم بحلها فيعني نرجع الموضوع فأساتذتنا نعم علمونا الكثير وكانوا لهم تأثير كبير على يعني مستقبل الفنية أمثال أستاذ المرحول الكبير قاسم محمد والأستاذ حميد محمد جواد وإبراهيم جلال والدكتور مرسل الزيدي الله رحمه فهذولة يعني كانوا بحق أساتذة كبار بحق عرفناك منذ سنوات كممثل ممثل مبدع بالتأكيد في هذه المسرحية لعبت المخرج والممثل بطل المسرحية وين وجدت نفسك يعني بصراحة هو عمل متعب جدا يعني أن تعمل في مسرحية والشكسبير مخرج وممثل يعني كمخرج أنت مسيطرة على العرض واسلوب وتفسير العرض كممثل أن تكون أنت في الحدث هل يعني هذا يقولنا السؤال أنه مقتنعت ممثل آخر يلعب شخصية الملك لير لو أنت كان يعني رغبتك أن تلعب شخصية ملك لير لا بالتأكيد كانت عندي الرغبة الكبيرة في الملك لير أنا مثلا وأكون ممثلين جيدين ولكن أن يعمل بكل جدية هذه كنت مشكوك بوجود شخص أن يترك كل شيء ويتفرغ للملك لير فعملت في البداية مع الكاست كل المعلومات والتمارين اللي يؤدي إلى النجاح يعني بقى بحده شهر ونص للعرض فاتفرقت لنفسي كممثل ولكن مع مراقبة أقل شدة وأقل دقة للآخرين قلت بكل جدية هل مثل الآن يعني يتمتع بهذه الجدية بهذا الإخلاص بهذا الولاء للمسرح ما أعتقد قليل جدا حضرتك نقدر نقول من الجيل الثالث المؤسسين للمسرح في أقلين كردستان وفي مدينة السليمانية بالذات هناك فنانين مبدعين حضرتك دكتور فاضل الجاف وغيركم اللي الجوي من بغداد درسوا في بغداد وعملوا في المسرح في أقلين كردستان هل تجد هناك تواصل بين المسرح في أقلين كردستان والمسرح في بغداد قليل جدا بس في الوقت الحالي من إجاء أستاذ أحمد دكتور أحمد موسى على رئاسة المؤسسة العامة للسليم والمسرح أصبحت هناك حركة بين الإقليم وبين بغداد يعني وهذا مشكور يعني عليها الكاس الإداري الآن في إدارة سليم والمسرح ونتمنى للأفضل يعني أكو نية في دعوة الملك لير إلى بغداد ليعرضها بالكردي باللغة الكردية نعم وبلا ترجمة بلا ترجمة نص معروف نص معروف نحن فهمناه نعم نصر المعروفة ماكبث الملك لير كيف تقيم الحركة المسرحية في أقلين كردستان أكو صعوبات كثيرة أهمها الميزانية ميزانية ميزانية والرؤية السليمة للمسرح هناك بعض الرؤى متخبطة تعبانة يعني ما توصل للجمهور هو أساساً يعني ما كناك تربية للجمهور في كل بلدان العالم الدولة تقوم بتربية المتفرج كيف يعني من تبدي من المدارس مثلاً أنا ابني في هولندا في الإبتدائية والمتوسطة والإعدادية يأخذوهم بالسن الدراسية ثث مرات للمسرح مسرح بني على مزاجهم على مزاج الطفل يعني مسرح أطفال بالمتوسطة مسرح شبابي وهكذا فهذا من يكبر يزرع في ذهنه بذرة يسمها المسرح مشاهدة هاي المتعة الجمالية اللي يأخذها من هو صغير تبقى عنده وتكبر فمن يعني من يمر شارع أو شارع ما يروح للمسرح يحسب حاجة أن يرتدي إلى قاعة المسرح وإنك المسرح صراحة من يروح المتفرج يبقى يعني بعد انتهاء العمل المسرح ما يروح للبيت يعني يقضي السهرة بالقاعة يعني بالكافتيريا ما القاعة فبعد انتهاء المسرحية المتفرجين يروحون للكافتيريا والممثلين ينزعون الملابس والمكياج اللي على وجهه ويجون بين الجمهور فيسيب بيناتهم تعارف ويقضون الليل الاختنعش بالليل الوحدة بالليل وبعدين يروحون وهذه تقلق نوع من الألفة بين المتفرج وبين الكارسة العمل هكذا تكون ديمومة بالعمل المسرحي فالكاميران كان هناك المسرح المدرسي وكان هناك مهرجانات للمسرح المدرسي ومنافسة بين مسرح المدرسي في السليمانية والناصرية وبغداد في قاعة نشاط المدرسة وقاعة كبيرة كان في بغداد والآن موجودة مديريات النشاط الفني في وزارة التربية لكن غاب المسرح المدرسي صحيح صحيح يعني يعني هذا النوع هذا يؤكد ما قلت قبل شوية يعني هذا كيفية تربية المتفرج يعني من هو صغير المسرح مع الأسف أعتقد حتى في بغداد ماكو ماكو ألغي أعتقد درس الفنية يعني اللي يخرج اللي هي لأن يكونون فنان رسامين وموسيقيين ومسرحيين هذا الدرس ألغي نعم يعني أنا أستغرب صراحة يعني يعني اسمعت أكو محظة فنو جميلة للبنيين ومحظة فنو جميلة للبنات كيف يعني 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 أي أي عقلية يعني قرر هذا القرار أكثر من هذا هدموا هدموا المنحوتات اللي أبدعها بدعوها الطلب على مدى سنين وهناك منحوتات فيها كاديمية الجميلة مستورديها من روما صحيح هدمت صحيح يعني هاي هاي العقلية ما ممكن تقود بلد بشكل الحضاري ما ممكن هل تكرس يعني المسرح في سليمانيا مثلا كتقليد جمهور لو هناك عروض متقطعة مهرجانات أو عروض هنا وإنا يعني سليمانيا أو أربيل أو دهوك نعم يعني محافظة سليمانيا أكثر حيوية من باقي المحافظات يعني أكو أعمال يعني مثل قبل يعني يشتغلون بلا ميزانية فأصبحت الآن ميزانية صعبة جدا وحتى أعتقد أكو كتاب رسمي من وزارة المالية بعدم مفاتحة الوزارة للأعمال الفنية بصرف ميزانيات العمل فهذه المسألة صراحة ترحق الفنان ويؤدي بالنهاية إلى فناء هذا الحالة الحضارية اللي يسميها المسرح أو الفن بشكل عام كيف رأيت هذا المهرجان دورته السابعة مهرجان عمل على عجالة يعني على يتيح أفضل يعني من من لا شيء من لا شيء أتمنى من الوزارة أن أتخطط لهذه المهرجانات مسبقا حتى يكون للإداري يعني إداري المهرجان عدهم الوقت الكافي لتنظيم هذا المهرجان و نجاحها على كل بالرغم منها هي فرصة جيدة للتعارف ولتبادل الآراء و مشاهدة أعمال آخرين هل تعتقد مثلا معهد فنو الجميلة أو كليات فنو الجميلة في سليمانية في أربيل أو في دهوك قادر أن يتخرج فنانين صورة عامة أنا ما أعتقد في كل دول العالم تخرج فنانين بقدر ما تخرج مجموعة من الطلاب مؤهلين أن يشتغلون بالعمل الفني ولكن كمبدع وكاستمرارية ما أعتقد وإنما المدرس بالصف يعطي معلومات ويوجه الطالب فيبقى يعني القصة الأكبر عند الطالب هو كيف يبني نفسه هل هو يريد أن يتخرج من محل الفنو الجميلة أو الأكاديمية أن يروح كمدرس أو 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 معلم أو يبقى بالوسط الفني ويستمر بالأعمال الفنية فهذا تبقى عنده المهم إحنا جيلنا واللي سبقونا أساتذة كبار كانوا كلهم خرجي موسكو خرجي إيطاليا بريطانيا أمريكا فهذا علمونا الشكل الصحيح يعني بالمسأة ولهذا يشوف يعني هذا الجيل أكثرهم كانوا جهدين ومصممين أن يبقون بالوسط الفني بدل ما يرحون كمدرسين القليل راحوا ولكن الأكثر يبقوا لحد الآن بأتطادك أستاذ كاميران ليش السينما من حسرة السينما في قليم كردستان أو خليل نسميها السينما الكردية مثلا في قليم كردستان السينما صنعة وفن الصناعة تسبق الفن إذا ما عندك كاميرات جيدة وما عندك الإمكانيات الجيدة وما عندك الميزانية الجيدة وما عندك العقل المفكر من يقف خلف الكاميرا كيف يوجه الكرو فهذه ما موجودة أكو أعمال ضعيفة جدا وأعمال تفكر بشوباك التذاكر شخصية شخص يقوم بإخراج السينما فياقض من بعض الأفلام المصرية ياقض من بعض الأفلام الهندية فيركب له سيناريو ويعرضه فيجوه جمهور وحتى أعتقد تجربة من تجارب صرف بشخص صرف مبلغ كبير ولكن ما نجح للتجربة مع أنه يعني إيران قريبة ومحاذية الإسليمانية وللقليم محاذدة وصنعوا أفلام حتى ميزانيات ضحيفة جدا وبلا محترفين مثل فيلم الصبورة السميرة مخب الباف بهم نقوبادي الكردي الإيراني صنع أفلام وما يزال رائعة بميزانيات يعني محدودة جدا هاي الميزانيات المحدودة نادرة عندنا وقليلة مثلا احنا عملنا فيلم كلاسيكو المخرج كردي من السويد فقط تصحيح الصوت في إيران 125 ألف دولار بس تصحيح الصوت فإيران أرخص بلد أعتقد صناعة الصينما لصناعة الصينما 125 ألف مو قليلة فقط لهذه العملية فكان مخصص الفيلم بحدود 6 مليون دولار هذا العمل كلاسيكو وأي عمل بسيط مثل ما ذكرت مو أقل من 10 مليون دولار هنا سؤال أخير هل تتوقع إنتاج مسرحية عراقية باللغة الكردية والعربية أتمنى أتمنى أن أعود لبغداد ونتعاون مع إخواني في بغداد الفناني الكبار هذا حلم كبير وأتمنى أن وزارة الثقافة العراقية أن نتفكر في هذا الشيء شرف كبير الفناني المبدع كاميران رؤوف شكرا لك وشكرا لتلبية دعوة شبكة روداو ومن خلال روداو عربية نتمنى لك التوفيق ونتمنى أن نلقاك مجددا مع إنجازات أكثر إبداعا عزيزي المشاهدين شكرا لمتابعتكم ولنا لقاءات أخرى